السلام عليكم مسعد الله مساكم اسمي الدكتور عادل الزنبقي أنا أعمل في قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى هايدل بيرق الجامعي طبعا للأسف خلال فترة الماضية في مختلف مستشفيات هايدل بيرق الجامعية لاحظنا وشاهدنا وعشنا مع عديد من المرضى بكوفيد أو بكورونا ومختلف أنواع ومضاعفات الإصابات من الطفيفة وحتى السيئة بحكم عملنا في عناية مركزة الحالات الصعبة من مختلف الأعمار التي تتطلب للأسف معالجة عميقة جدا من ناحية التنفس الصناعي من ناحية محاولات إنقاذ الحياة وللأسف حتى من ناحية الوفاة واللي نقدر نقول أن أغلبها كان من الممكن تجنبه باتباع الإجراءات الاحترازية الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء البسيطة منها أو غيرها مهم جدا جدا رقم واحد في حمايتنا في حمايتك أنت كشخص في حماية عائلتك في حماية أطفالك وبالتالي تقليل انتشار المرض في المجتمع والذي يؤدي إلى تقليل الحمل والعب على الطواقم الطبية الأطباء المرضى وإشغال الأسرة اللي ممكن يحتاجها الكثير من المرضى نتفق جميعا أن هذا المرض إلى الآن لا يوجد له أي علاج جوهري وإنما العلاج في طريق علاج الأعراض فقط والمضاعفات وفي غياب التلقيح إلى الآن تجي هنا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللي اتفق عليها جميع العالم التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي من متر ونصف للمترين اللي يقلل من انتشار الفيروس أو وصول الفيروس إليك نظافة اليدين والتعقيم في كل الأحوال والالتزام بتنظيف وتعقيم اليدين في فترة من 20 إلى 30 ثانية الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة في جميع الأمكن العامة وأخيرا وليس آخرا موضوع تهوية الأماكن العامة اللي بنعيش فيها سواء كان في البيت سواء كان في أماكن العمل أو حتى في المدارس وغيره في حال لا قدر الله وصبت بمرض كورونا أو كوفيد أو جاءت عينتك إيجابية أو ظهرت عليك الأعراض احرص على اتباع لجراءات التالية أولا قم بعزل نفسك في البيت بحيث أنه لا تخرج تماما من البيت ولا تستقبل أي زوار واعزل نفسك حتى عن أهلك المحيطين فيك لابد من إخبار طبيبك الهاوس أرست مباشرة ليس عن طريق الذهاب إليه وإنما عن طريق الاتصال بحيث تخبر عن أعراض اللي عندك في حيث أنه كان في ضروري لإجراء الاختبار نعم أو لا وفي حال ظهور أي أعراض أو احددت الأعراض لا سمح الله قم بإخبار طبيبك وفي حال لازم أنك تذهب إلى الطبيب أو إلى المستشفى راح يكون متابع معك الأعراض إلى تصل إن شاء الله إلى مرحلة الشفاء بإذن الله